أعزائي المشاهدين في كل مكان مرحب بكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج أنا مريم توقعات السبت الموافق 20 مايو 20 ايار 2023 بالنسبة ليك يوم السبت هتبقى عندك خطط هتبقى مسيرة لاهتمامك بشكل واضح في اليوم ده فيها فرص انك تحققها بشكل كويس هيجي لك أخبار مختلفة جدا ممكن تبقى بتتعلق بأشخاص انت بتعرفهم من قريب أو بعيد في اليوم ده بس خليك حاضر أكتر ما تسمحش بأنهم يلهوك بأفعلهم ممكن تحصل ليك أخطاء انت مش هتحبها بشكل كبير أو تنسوها بشكل واضح التزامات فيها مهمات كتيرة فيها مواقف تانية متمثلة هتلتزم مع كل الأشخاص المولودين هتشتروا هدية هتبقى بتتعلق بحد من أفراد أسرتكم في اليوم ده هتقضوا وقت حلو في معظمه هيبقى مع أسركم هتتوصلوا معاهم بشكل كويس جدا مع كل الأقارب حتى لو كانوا من مسافات بعيدة عنكم هتنخرطوا مع بعض وهتدمجوا شعونكم المالية حتى لو كانت مختلفة هتمر مع كل الأشخاص دول بيوم صعب في أنكم تعرفوا تتأقلموا على الوضع الجديد هتبقى بتسبب ليكم شوية متاعب في حياتكم لازم هيتعين عليكم تتعاملوا مع المتاعب اللي بتبقى بتسبب ليك شخص تاني في حياتك اليوم من سبت هو اليوم اللي هتصوت فيه طاقة الزكورية فيه هتبقى بتحفزك إجراءات كتير متعلقة بالفلوس مع رقبة كبيرة جدا فيه تقدم حلو في قدراتك في قوتك كل الأشخاص اللي بيعرفوك هيبقوا مذهلين جدا بالثقة اللي عندك عشان تسعى أكتر وتعرف تحقق كل أهداف حياتك هيتمكنوا من إنهم يعتمدوا على النجاح في اليوم ده معاك يومك مناسب عشان تحسن من نفسك بشكل روحي وعقلي أكتر وحتى جسدي في الشغل هتبقى أنت في الاتجاه الصح في كل أعمالك التجارية والمهنية هينجح كل الأشخاص اللي عندهم نوع من أنواع المناصب القيادية في الشغل خاصة هيكون يومك مناسب لكل أنواع المشاريع الجديدة اللي هتبقى بتتعلق بالشغل يومك مناسب لكل التعلم وكل التقنيات اللي ممكن تستفاد منها وتستخدمها لمختلف الأبحاث هتستخدم اليوم ده عشان تقدم حتى لو بسيط في نموك الداخلي وتحسن به مسرتك هيدخل المريخ برج الأسد في اليوم ده وهيبقى الحدي 10 يوليو هيلفت العبور ده جانبنا الفخور واللي فيه ثقب نفسنا وراحة رائعة جدا هنلاحق كل الحاجات اللي احنا حابين نلاحقها بشكل مباشر هنلاحق كل حاجة بشكل مباشر ووازق جدا من خلال الفترة دي هنكون حابين نحقق نتائج ديناميكية أكتر هنبقى بنفضل أننا ما نقلقش بشأن تفاصيل صغيرة وندور عن الطريق الصح والأكتر مباشر عشان نوصل لأهدفنا هتشجعنا الفترة دي بشكل طبيعي جدا لكل الحماسة والشجاعة اللي هتبقى متحمسة في شغفنا في الحياة هيزداد يوم عن يوم في حين العبور ده هيبقى فيه شوية توترات واضطرابات إلا أنه هنكون كاشف لنا حاجات كتيرة هنميل لأننا نلاقي الحاح في مواجهتنا لمقاومة عنيدة جدا هيكون فيه صراع للإرادة واضح جدا هنعرف ممكن يبقى عندك شعور بأن الظروف الخارجية هتبقى بتقود قوتك للشخصية أكتر هتعرف تتعامل مع كل الحاجات دي وهتعرف تتوصل بشكل كويس لغاية ما تبقى عندك حكمة واضحة جدا من مشاعر قوية ترجمة نانسي قنقر